أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة أهلاً وسهلاً بكم في قناة سوق الحكايات والقصص قصتنا اليوم بعنوان الجاران والنهر الصغير وهي من القصص المشوقة والمعبرة أرجو أن تنال أعجابكم ضع السماعات أغلق عينيك واستمع كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام عندما توقف هطول المطر والغيذ لاذت السحب الكثيف السوداء بالفرار وكأنها مجموعة أشرار قامت بارتكاب جريمة ما وبدت السماء صافية وتلألأت الأحجار وصخور الجبل أما المروج الخضراء والزهور الصغيرة فبدت وكأنها أطفال صغار نقية تبتسم للشمس بوجوه طرية ندية وأوشكت الشمس على أن تتوارى خلف قمة الجبل خرج حسان من كوخه واتجه صوب النهر الصغير المنحدر من الجبل كان حسان صغير الجسم أصمر اللون مستدير الوجه نبتت بذقنه بضع شعيرات تشبه سنابل الشعير والأرز عيناه ضيقتان تشعان بساطة وتلقائية كان قد وضع يديه داخل جيوبه وكان يبدو من الخلف كطفل عمره ما بين العاشرة أو الحادي عشرة إلا أن عمره الحقيقي كان خمسين عاما وبينما كان يسير في طريقه صوب النهر الصغير نظر فيما حوله وقال في نفسه كم من الأمطار الغزيرة والسيول التي تسبب الخسائر في الفياف والجبال نظر أسفل الوادي لم يظهر شيء كانت الصخور والأحجار فقط تتلألأ في ضوء الشمس وهي في حالة الغروب ورأى عن بعد طيات السحب السوداء وهي تلوذ بالفرار توقف حسان فجأة وتجمد في موضعه ونظر إلى النهر الصغير بدهشة وحيرة خطى بضع خطوات للأمام وقال وهو يتمتم أيها النهر أيها النهر ماذا فعلت وألقى نظرة إلى أعلى وأسفل النهر الصغير وقال في عصبية لقد أفسدت لقد أخطأت أيها النهر اقترب من النهر الصغير ورأى كل شيء بدقة وتفصيل وكان النهر قد غير مجراه وجار على أرضه وبهذه الصورة فإن المرعى الصغير الذي يخصه صار ملتصقا بأرض جاره وأصبح جزءا منها ارتعد قلب حسان ووسوست له نفسه وعلى الفور جال بخاطره وقال يجب أن أحدد كل شيء توجه إلى منزل جاره بسرعة كأنه يعد وكانت الريح العليلة تداعب لحيته الخفيفة كان الاضطراب باديا على وجهه وألقى منظرة إلى الخلف مرة أخرى وهو في هذه الحالة وقعت عيناه على الأرض التي شهدت مولده والصباه وانتفض قلبه مرة أخرى وارتعد وهو يرى النهر الصغير يسيل بهدوء ويجري في مجراه الجديد فراح يسبه وقال في عصبية لقد أخطأت لقد أسأت يجب أن أحدد كل شيء وجد جاره وكان رجلا قصير القامة بدينا وكان وجهه يثير الضحك مثل رسوم الأطفال كل ما فيه سيء وغير متناسق سأل بصوت غليظ كيف أتيت علي يا حسان؟ سمط حسان لفترة يبحث خلالها عن الكلمة المناسبة والرد اللائق ونظر بعينيه اللامعتين الضيقتين إلى جاره ولحيته تهتز وقال انظر لقد وقع حادث غير النهر مجراه أي أنه هجر مجراه القديم ولم يكن بذهنه شيء آخر يقوله وأشار إلى النهر الصغير وقال هذا هو النهر إنه هو ظل الجار صامتا فترة وهو ينظر إلى وجه حسان كان يبدو كمن يقلب الأفكار في رأسه وبعد ذلك قال اتجه إلى أية ناحية راح حسان يبحث عن رد مناسب وقال حسنا أتعلم ماذا فعل هذا النهر؟ إنه جار على أرضي وأراد أن يضحك ضحكة ساخرة إلا أن جاره لم يدعي الفرصة له ليضحك وقال إذن فهو غير مجراه نحو أرضك رد حسان وقال نعم لقد قام بنفسه العمل وضحك حسان وأسرع الجار صوب النهر الصغير وهو يصرخ ويصيح يجب أن أرى يجب أن أرى ماذا هناك جرى حسان أيضا خلفه وكان يرى أنه لا بد من تحديد كل شيء وكان القلق والخوف يزدادان في قلبه فظهر عليه الاضطراب وأصر على أن يحدد كل شيء ونادى على جاره الذي كان يعد أمامه وقال انتظر يا جاري يجب أن نحدد كل شيء توقف الجار لحظة ونظر إليه وقال في نغمة رافضة إن كل شيء محدد إن كل شيء محدد ثم أطلق ضحكة عالية منفردة وانعكست أصداء ضحكته في الوادي وعندما وصلا بالقرب من النهر الصغير اجتاز الجار المجرى القديم للنهر ووطأت أقدامه مرعى حسان وراح يعد ويهرول هنا وهناك كمن كان يريد أن يقيس حدوده ومساحة المرعى بخطواته وكان يبدو على وجهه سعادة شيطانية كان حسان يعد خلفه أيضا مثل الطفل فكان ينظر أحيانا إلى المراعي وأحيانا أخرى صوب النهر الصغير وكذلك أيضا إلى جاره وكانت لحياته تهتز وعيناه تتلألآن وكان يردد هل ترى يا جاري هل ترى ما الذي حدث كان الجار يرد بسعادة وسرور دون أل يلتفت إلى حسان ويقول إني أرى كل شيء إني أرى كل شيء توجه الجار صوب النهر الصغير ووقف بجانبه وهو سعيد وفي غاية السرور من انسياب الماء الممزوج بالتراب ونظر إلى أعلى النهر وأسفله وقال النهر نهري ثم سجد في نفس المكان ومد يده فوق مياه النهر كمن كان يتحسس ظهر قطة بكل محبة ووداع وقد استقرت على شفتيه ابتسامة صفراء ماكرة وكان يقول إن النهر نهري النهر نهري إنحنى حسان الذي كان يرقب بعينيه المرتابتين حركة جاره وقال بنغمة مستغيثة هل ترى هل ترى يا جاري أنه يجب أن نحدد كل شيء نهض الجار ودون أن يأبه بقوله راح يهرول مرة أخرى في المرعى هنا وهناك كمن كان يرقص للجبال والصخور وكان حسان ينظر بتعجب إلى حركات جاره الجنونية وكان يقول في نفسه لقد جن هذا الرجل ولكن يجب الفصل تقدم بضع خطوات في اتجاه جاره وقال لقد حدث هذا الأمر هل ترى يجب أن نحدد وقف الجار في منتصف المرعى ونظر إلى حسان وقال أي شيء نحدده سكت حسان وراح يبحث في ذهنه عن كلمة مناسبة لكن الجار لم يمنحه الفرصة وخرجت من بين شفتيه ضحكة عالية مدوية وقال كل شيء محدد جرى صوب النهر الصغير ومد يده فوق مجراه وقال النهر نهري ثم راح يقفز مرة أخرى فوق المرعى هنا وهناك وكان حسان ينظر بدهشة إلى حركات جاره وكانت هذه الحركات المجنونة تصيب حسان بالخوف وتزيد من سوء ظنونه فازداد اضطرابه وقال في نفسه ما الذي حدث لهذا الرجل أطلق الجار ضحكة عالية مدوية وهو يقول النهر نهري ثم أسرع يعد إلى بيته وحسان يسير خلفه ويقول متضرعا اسبر يا رجل انتظر يا جاري يجب أن نحدد كل شيء لكن جاره لم يلتفت إلى قوله وواصل سيره وحين ابتعد عنه كثيرا توقف وهو يلهث ويصيح في سعادة وسرور كل شيء محدد تقدب جابين حسان واهتزت لحيته التي تشبه سنبلة القمح وبرقت عيناه وقال في نفسه لماذا لم يمكث حتى نتحدث معا كانت الشمس قد غربت والجو في سبيله نحو الظلام وتوجه حسان مضطربا متضايقا نحو النهر الصغير وكان الماء ينساب برقة صوب أسفل الوادي نظر حسان إلى أعلى حيث ينبع هذا النهر وقال بنغمة غاضبة وهو يصرخ أيها النهر لقد أسأت إلي في تلك الليلة رأى في منامه أحلاما مضطربة وكلما كان يذهب للنوم كان يرى أن النهر الصغير كان يجري في مجراه الجديد فيمد جاره بالماء فكان جاره يقهقه ضاحكا وكان يرى نفسه يجري خلف جاره ويتوسل إليه بتحديد الأمور والأوضاع والجار يرد بضحكة ظالمة ويقول كل شيء محدد كل شيء محدد كان حسان يهتز ويستيقظ من النوم فكان يستمع في الظلام إلى صوت النهر فتموج في ذهنه الأفكار فيشتد اضطرابه ويرتعد قلبه ويقول في نفسه غدا سأحدد كل شيء وحين يعود إلى نومه كان يرى النهر مرة أخرى يجري في مجراه الجديد لصالح جاره الذي يضحك رافضا في اليوم التالي قام من نومه مضطربا للغاية يسيطر عليه الهلع والخوف كان يفكر في أحلام الليلة الماضية ويريد أن يجد تفسيرا لها وقال لنفسه في النهاية إن هذا الجار رجل خبيث واليوم يجب أن أحدد كافة الأشياء وعندما توجه إلى النهر مقتفيا أثر جاره رأى وهو مندهش أن جاره قد أطلق أبقاره في مرعاه نظر حسان على النهر وأدناه ونظر إلى المرعى وأبقار جاره وقال في سره عجبا عجبا يجب أن أفصل في كل شيء اجتاز النهر الصغير وتوجه صوب منزل جاره كان الرجل مع أولاده وعلى عكس الوالد كان الأولاد طوال القامة أقوياء البنية وكاليوم السابق سأل الجار حسان ببرود كيف حضرت يا حسان؟ صمت حسان وبحث في ذهنه عن كلمة مناسبة ثم قال أبقارك ترعى في مرعاي قال الجار حسنا حسنا اعتدل حسان وبرقت عيناه الصغيرتان وقال هذا المرعى ملك لي أليس كذلك؟ قال الجار حسنا حسنا احتار حسان قليلا وأراد أن يبتسم واهتزت لحيته وقال كل ما هناك أن النهر غير مجراه فقط والمرعى ملك لي أبقارك ترعى هناك سكت حسان كان يريد أن يعلق الجار على حديثه بشيء لكن الجار قال مرة أخرى حسنا حسنا لمح حسان في وجه جاره وأولاده النية الخبيثة ورأى أنهم يضمرون النية السيئة وجال بخاطره أنهم يريدون اغتصاب مرعاه بالقوة فقال لنفسه إنهم يريدون خداعي ولا يعلمون أن مثل هذه الأمور لا تنطلي على حسان حسنا إذن والآن لو التزمت الصمت فسوف يلتهمون المرعى يجب أن أتصرف وبحزم وجال بخاطره أنه لم يتضح حتى الآن ماذا يريدون فقال يجب أن أعرف حقيقة نيتهم وقال بصوت مرتفع والآن يجب عليكم إخراج أبقاركم من المرعى في هذه المرة رد الجار بصوت حاد جعل حسان يرتعد حيث قال عن أي مرعى تتحدث يا حسان إن المرعى لم يعد ملك لك الآن لقد منحني النهر إياه والنهر لا يسير وفق هواي أو هواك وإنما يفعل ما يريد ضاقت عينا حسان وقال بصوت رقيق المهم هو أن النهر ليس من حقه أن يمنحك مرعاي قال الجار المهم أنه أعطاني إياه قال حسان واثقا لدي مستند وهذا المستند شرعي وبصوت عالي ضحك الجار وأولاده فسألهم حسان بصوت فيه رق وأدب لماذا تضحكون؟ ألا يكفيكم كل ما لديكم من أموال وأراض رد أبناء الجار قائلين نحن نعلم نعلم أن لديك سندا وقد رأينا هذا السند مكتوب به أن النهر هو الحد الشرقي لأرضك والآن فإن النهر الحد الشرقي لأرضك فما الذي يمكن أن يغير هذا السند فيما حدث؟ استشاط حسان غضبا من هذه الحيلة الماكرة المخادعة وراح في جدل طويل مع الجار وأولاده وارتفع صوتهم وعلى الصراخ وكان كل طرف يهدد الطرف الآخر وأدرك حسان في النهاية أنه لا قبل له بجاره من حيث القوة وصطعت كشه بفكرة في رأسه وقال يجب أن أعرض الأمر على قائد الشرطة وصاح قائلا سيكون لي معكم شأن معكم أيها الظالمون قال الجار ساخرا ما الذي ستفعله؟ قال حسان سترى سترى ما الذي سأفعله وسيخرب الله بيوتكم ترك جاره غاضبا وتوجه إلى بيته وقال لزوجته سأذهب لأعرض الأمر وسوف أشكوهم عقد العزمة وتوجه قاصدا الشرطة كان قد انقضى من اليوم نصفه حين وصل إلى مركز الشرطة وبالقرب من البوابة رآه شرطي وقال إلى أين أنت ذاهب؟ أجاب حسان أعرض أمرا على قائد الشرطة قال الشرطي إن القائد ليس هنا سأل حسان ولماذا هو غير موجود؟ أجاب الشرطي اليوم عطلة لمعت عينا حسان الضيقتان وهو ينظر إلى الشرطي وقال إن اليوم ليس يوم الجمعة قال الشرطي نعم إنه كذلك ولكنه يوم عطلة قال إذن متى سيأتي؟ قال الشرطي بصوت عال تعال غدا توجه حسان وهو غاضب ومتضايق إلى السوق ليتناول الشاي كان قلبه مليئا بالهواجس وكان يود أن يسأله أحد ويتحدث معه حتى يروي له هذه القصة لكن أحدا لم يسأله في شيء وفي النهاية وبدون مقدمات قام هو بسرد قصته لشخص لا يعرفه كيف غير النهر مجراه وكيف حضره ليعرض الأمر على قائد الشرطة وكيف قال له الشرطي إن اليوم عطلة كان وجه الرجل المجهول تبدو عليه البلاها كانت عيناه مركزة على فم حسان بصورة يبدو معها أنه لم يكن يستمع إلى حديثه وإنما كان مشغولا للغاية بأفكاره هو وعندما انتهى حسان من قصته الطويلة الممتدة سأل هذا الرجل والآن في رأيك أيها الرجل هل أقدم شكواي أم لا أجاب الرجل نعم قدم شكواك وسأل حسان مرة أخرى حسنا والآن هل جار الحق في أن يأخذ هذا المرعى قال الرجل معه حق فسأل حسان بعصبية كيف الحق معه قال الرجل لا ليس له الحق هدأ حسان وقال حسنا والآن هل المرعى ملكي أم لا أجاب الرجل المجهول بنفس الوتيرة فتارة يقول نعم وتارة يقول لا وهو لا يدري عما يتحدث حسان وفي النهاية التزم حسان الصمت ونظر إلى الرجل المجهول بشمئزاز وورد بخاطره أن هذا الرجل في غاية الحمق وأنه لا يليق أن يتحدث معه أحد ثم تصور أنه ربما يكون هذا الرجل مساعدا ومعينا لجاره وأولاده ذلك لأنه واضح جدا أنه يؤيد جاره من المؤكد أن هناك علاقة بينهما ترك الشاي دون أن يكمله وقام من مكانه وقال للرجل المجهول حسنا سيكون لي معكم شأن خاص معكم جميعا أيها الظالمون أجاب الرجل المجهول الذي كان مشغولا بشؤونه حسنا حسنا خرج حسان من المقهى وتوجه إلى بيته وهو غاضب فرأى أبقار جاره ما زالت ترعى في مرعاه بينما تنتقل بقرتاه بعيدا عن المرعى هنا وهناك ورأى زوجته وهي جالسة بجانب النهر الصغير وتنظر إلى المرعى بحسرة ومرارة فارد دم وازداد غليانا في قلب وكبد حسان وصار يشعر بالمرارة الشديدة وقال في نفسه حسنا غدا سأحدد كل شيء حين ذهب إلى رئيس الشرطة في اليوم التالي رأى جاره وقد سبقه إلى قسم الشرطة ومعه ثلاثة رجال قرويين فسأل نفسه عن سبب مجيئهم ولكنه لم يجد إجابة توجه يمينا في اتجاه رئيس الشرطة وبعد فترة انتظار استقبله قائد الشرطة وكان جالسا خلف طاولة يقرأ كتابا وقال حسان في نفسه إن قائد الشرطة رجل محظوظ لأن أحدا لم يأخذ مرعاه ثم روى القصة لرئيس الشرطة وكيف غير النهر مجراه وكيف حرمت بقرتاه من الخضرة وكيف جاء أمس ولكنه كان عطلة وكيف روى قصته في المقهى لرجل لا بد أنه كان متعاونا مع جاره وفي النهاية مسع قائد الشرطة رأسه وجفف عرقه بالمنديل ثم قال من حسن الحظ أن قائد الشرطة لا يذهب لبيته سيرا على الأقدام وإنه جالس هنا وإلا فلمن يعرض شكواه قطع قائد الشرطة عليه أفكاره وسأله إذن أنت حسان تعجب حسان كيف يعرفه هذا القائد وبدأ بداخله يكن احتراما عظيما لقائد الشرطة وجال بخاطره أن هذا الرجل لم يصبح رئيسا للشرطة بمحد الصدفة فهو يواسي الرجل ويشاركه معاناته واعتقد أن قائد الشرطة سيعيد إليه حقه فورا وسيعيد إليه حق أولاده أيضا وقال إن أولاد الجار ليسوا مذنبين وكذلك والدهم لم يرتكب كبيرا فقط لو لم يكونوا أخذوا مرعاه لم احتك بهم أو تعرض لهم سأل قائد الشرطة مرة أخرى إذن أنت حسان أجاب نعم قال قائد الشرطة هناك دعوة ضدك إضيقت عينا حسان أكثر مما هي عليه واعتدل وقال لماذا؟ أجاب قائد الشرطة هددت بالسلاح بعض الناس لم يفهم حسان شيئا من هذا القول وسأل ما الذي فعلته؟ قال قائد الشرطة مرة أخرى الدعوة هي أنك قد هددت شخصا بالسلاح تلفت حسان هنا وهناك في مكتب قائد الشرطة وكأنه يريد أن يجد أحدا يطلب منه تفسيرا أو ترجمة لأقوال قائد الشرطة لكنه لم يجد أحدا فقال وقد بدت على وجيه الوداعة واهتزت لحياته أنا لم أفعل شيئا قال قائد الشرطة إنك هددت شخصا بالسلاح قال حسان مرة أخرى قسما بالله ما فعلت شيئا على الإطلاق وعندها ناد قائد الشرطة بأعلى صوته وفتح الباب ودخل منه ذلك الشرطي الذي رآه أمس فدق الجندي الأرض بأقدامه وأدى التحية وتخيل حسان الذي بدى وكأنه طفل أمام هذا الجندي طويل القامة تخيل أنه قد جاء لكي يحمله ويقيده فارتعد بشدة خشية من هذا الجندي وكان يريد أن يصرخ ويقول إنه لم يفعل شيئا وإن النهر الذي غير مجراه وهذا ليس ذنبه غير أن قائد الشرطة قال لهذا الجندي أحضر الشاكين ضرب الشرطي الأرض بقدمه مرة أخرى وخرج وبعد برهة دخل الجار ومعه ثلاثة رجال قرويين فقال قائد الشرطة للجار أهذا هو الرجل الذي هددك بالسلاح؟ ابتهجت وانفرجت أسيرير الجار بطلعته السيء القذرة الساحرة وابتسم ابتسامة زائفة وقال نعم يا سيدي هو بنفسه قال القائد لحسان أرأيت؟ قال حسان متضرعا إنه يكذب يا سيدي لم أفعل شيئا مطلقا قلت فقط إن المرعى وقطع القائد حديثه وسأل الجار قائلا هل لديك شاهد؟ فأشار الجار إلى الرجال الثلاثة وقال هؤلاء هم الشهود قال قائد الشرطة للرجال القرويين هل قام حسان بتهديد جاره بالسلاح؟ وعلى الفور وفي نفس واحد أجاب الرجال القرويون بطلعتهم التي لفحتها الشمس نعم لقد فعل راح حسان يفكر في نفسه وفي النهاية من أين هؤلاء القرويون؟ أنا لا أعرفهم ولم أقم بالشكوى في حقهم يجب أن يفهم قائد الشرطة مثل هذه الأشياء فأشار بيده إلى الرجال القرويين وقال أنا لا أعرف هؤلاء وما كنت قد رأيتهم قبل اليوم قال قائد الشرطة لا توجد مادة في أي قانون تحتم ضرورة أن يتعرف المتهم على الشهود وهذه مسألة بديهية في القانون سقط حسان في حيرة من أمره واستمع إلى هذه الكلمات فاغرا فاه ولم يفهم منها شيئا ولم يكن يعلم ماذا يقول بعد ذلك أما الجار فقد ابتسم ابتسامة ماكرة تخيل حسان أن قائد الشرطة قد لا يكون على دراية أصلا بالموضوع ومن هنا بدأ حسان يقص حكايته وكيف غير النهر مجراه وكيف وكيف ولكن قائد الشرطة قاطعه وقال أحضر دعواك مكتوبة أما الآن فأنت متهم علت الأصوات وتداخلت كان حسان يقول إن جاره استولى على مرعاه وكان الجار يقول إن حسان كان يريد أن يقتله بالسلاح وكان قائد الشرطة يقول لحسان إنه هدد جاره بالسلاح وحسان يقسم أنه لم يفعل شيئا ولم يرتكب إثما والرجال القرويون بأثنان من الصفراء يكررون نفس الكلمة لقد فعل لقد فعل ازداد عرق قائد الشرطة وقد صلت حسان عينيه الضيقتين على قائد الشرطة الذي اضطرب حاله حتى إن حسان كان يخشى أن يصاب هذا القائد بالجنون بسبب غزارة العرق التي كانت تنزل منه فكان ينظر فيما حوله ليجد شيئا يجفف به هذا العرق حتى لا يفقد قائد الشرطة صوابه بعد ذلك ازدادت عصبية الحاكم فقام من مجلسه وراح يلقي أوامر مما أزال الحير والخوف من قلب حسان وأدرك أن قائد الشرطة لن يصاب بالجنون بهذه السهولة وقال في نفسه لعل كثرة العرق هي من طبيعة هذا القائد استدعى قائد الشرطة الجندي وأمره بأن يخرج الجميع من مكتبه وأعلن أن الدعوة ستصبح قضية رسمية في المحاكم خرج الجميع بدون نتيجة وانشغل حسان بتحرير شكواه كتابة وراح يتنقل من مكتب لمكتب آخر من هناك ينتقل إلى مكتب ثالث ثم يعود للمكتب الأول ومنه إلى مكان آخر كان حسان حائرا بشكواه واستغرقت هذه الحيرة أياما ومرت الأسابيع والأوراق تتراكم وتزداد ودمتلئ بالكتاب والخطوط المتعددة والمتنوعة حتى وصل طول الدعوة المكتوبة إلى عدة أذرع ولكن دون جدوى كان حسان يخرج من بيته كل صباح عاقدا العزم والنية ويقول لزوجته أنا ذاهب للمحكمة ودون أن تتحدث المرأة بشيء كانت تنظر إليه بحيرة وإشفاق وفي المحكمة كان يتوه ما بين هنا وهناك وكان يتناول الشاي في المقهى ويتناقش مع الناس في دعواه كان يرد عليهم بالتفصيل ويتعاطف معه الجميع وعلم الجميع بأمره وقصته وأصبح الكل يعرفه الآن قائد الشرطة يعرفه والقاضي يعرفه والموظفون في المحكمة يعرفونه وهؤلاء الجنود يعرفونه أيضا غير أن نتيجة شكواه لم تكن معلومة وفي أوقات العصر حين كان يعود متعبا ومنهكا إلى بيته كان يرى أبقار جاره ترعى في حقله وأبقاره هو تائها تتجول هنا وهناك وكانت زوجته تجلس بجانب النهر الصغير وهي تنظر بحسرة إلى المرعى والحقل وذات يوم في المقهى قرأ أحد الأساتذة كل أوراقه ثم هز رأسه بأسف وقال أيها الأخ لقد خسرت دعواك جعظت عينا حسان وسأل الأستاذ وهو ينظر إليه بعيون فاحصة لامعة كيف خسرت دعواي؟ أشار هذا الرجل إلى الأوراق ورد قائلا كل شيء هنا ضدك لقد خدعوك واحتالوا عليك شعر حسان بالعجز الشديد ودب في قلبه حمل ثقيل كله ألم وحزن حيث كان يرى أن مرعاه قد ضاع من يده وأن أبقاره جائعة وأنه فقد كل ما لديه وأن زوجته تتجرع بحسرة مرارة ضياع المرعى وأنه في النهاية خسر دعواه وتصور أن هناك قوة خفية تقاتله وشعر بكراهية عميقة يكنها في قلبه تجاه جاره البخيل وخطر بباله أن كل شيء سببه النهر فلو أن النهر لم يغير مجراء توجه إلى البيت ومعه كل هذه الأفكار والأخيلة كانت الدنيا قد أظلمت حين اقترب من بيته وعبر النهر الصغير ووطأت قدماه المرعى فتجول فيه والألم يعتصر قلبه وشعر في هذه الحال كأن حشائش المرعى تشكو النهر الصغير وقف في منتصف المرعى وكان يبدو له عن بعد ضوء مصباح منزل جاره وشعر بالكراهية والغضب تجاه ذلك البيت واستمع لحظة لصوت خرير مياه النهر وتصور مرة أخرى أن النهر الصغير هو المتسبب في كل ما حدث بعد ذلك تداخل في مخيلته منظر النهر الصغير ومنزل جاره وتصور أن النهر والمنزل شركان متعاونان وازداد في نفسه الإحساس الشديد بالوحدة وبينما هو يشير بإصباعه أحيانا تجاه بيت جاره وأحيانا أخرى تجاه النهر صرخ فجأة وقال أنتما كلاكما عدو لي وأنتما ظالمان تملكه الغضب والبغض وانساب الدمع حارا من عينيه الصغيرتين وأحس أن الدنيا بجواروتها تعاديه وتمتمه بمرارة وقال يا إلهي يا إلهي ما العمل توجه إلى بيته وهو متأطئ الرأس فظهر وكأن قامته قد صارت أقصر مما هي عليه وقال لزوجته لقد خسرت الدعوة قالت الزوجة كيف خسرتها قال لقد خدعوني واجتمعوا جميعا ضدي قضى ليلة قاسية اعترته الحمى وتشنجت أعصابه كان يرى أحلاما مشوشة مضطربة كان يرى غرفة القاضي والمكاتب المختلفة والمقهى والناس والشرطي والرجال القرويين الثلاثة والجار اللعين والأستاذ الذي كان يقول أيها الأخ لقد خسرت دعواك لقد خسرت دعواك كان يرى المرعى وقد أصبح تحت سيطرة الجار وكان يرى أبقاره وهي جائعة حائرة تائها وكان يرى أبقار جاره وهي ترعى في مرعاه هو وكان يرى زوجته التي تنظر إلى المرعى في لوعة وحسرة انتفض حسان واقفا ونظر إلى الخارج من خلال فتحة الكوخ كان الماء ينساب في النهر بصوت رقراق والمرعى يلفه الصمت وكأنه راح في سباة عميق عاد إلى مخدعه مرة أخرى وتمدد لم يكن يعلم لماذا اتحدت ضده كل هذه الأشياء وهؤلاء الأشخاص واشتاعه الشعور بالألم والمرارة وكانت لحياته تهتز في الظلام وتسمرت عيناه الصغيرتان وهما تحملقان في سقف الكوخ وشعر مرة أخرى بالوحدة والوحشة وراح يردد ماذا أفعل يا إلهي وعاد للنوم مرة أخرى وعادت إليه الأحلام المضطربة المشوشة فرأى مرعاه مرة أخرى ورأى أبقار الجار ترعى في مرعاه وأبقاره هو نحيف هزيلة تتجول هنا وهناك حائرة تائها كان النهر ينسابه يفيد بأشياء أخرى غير الماء فيرى في مجراه جاره بطلعته المقززة والماكرة وقائد الشرطة بعنقه الذي يتصبب عرقا والقاضي بوجهه الأصفر ولحيته السوداء وأولاد الجار بأبدانهم القوية والرجال القراويين بوجوههم التي لفحتها الشمس رأى كل هؤلاء جميعا ينسابون في مجرى النهر بدلا من خرير المياه وصوته العذب كانت تصدر عن النهر أصوات أخرى فالجار يقول وهو يسير في مجرى النهر لقد منحني النهر المرعى منحه لي وقائد الشرطة يردد أيضا ويقول لقد هددت بالسلاح والقاضي كان يؤكد ويردد يوجد ثلاثة شهود مسلمون أحرار عاقلون بالغون ثلاثة شهود وكان أبناء الجار يقولون إن الحد الشرقي لأرضك هو النهر الحدود الشرقية عند النهر وكان الرجال القراويون يصيحون لقد ارتكبت الجريمة لقد فعلت كانت هذه الأصوات تتداخل فيما بينها وتصطدم بالسخور والأحجار وتتردد في أرجاء الوادي دون أن تكون لها نهاية وكانت على أرجاء النهر تفيض بهذه الأصوات والأحداث فصاح بغضب ومرارة لن أتركهم ولن أترك الظالمين انتفض من نومه وكان يتصبب عرقا وتلهث أنفاسه كانت هذه الليلة مريبة ومخيفة حيث لم تتوقف الأحلام المضطربة وكذلك لم يتوقف المطر الغزير عن الإنهمار والبرق يسابق الرعد فيضيء غرفة حسان الصغيرة وكان الرعد يتبعه وكأنه زلزال يحرق الأرض فقال حسان يا للهول إنها تمطر بلا توقف كم من الأضرار سيسبب هذا المطر ولكن أحلامه المضطربة كانت تعود إليه كلما حاول أن يغمض عينيه وبصعوبة بالغة نام حسان من تعبه وكثرة تفكيره ولم يعد يؤثر عليه لا البرق ولا الرعد فقد سلم نفسه للنوم العميق وفي الصباح نهض حسان وكان قد تهيأ للخروج إلى المحكمة ولكنه مر بالنهر الصغير كعادته ويال العجب ماذا رأى؟ لقد جحضت عيناه وفتح فاه وهو لا يصدق لقد سببت الأمطار الغزيرة في الليلة الماضية إلى عودة النهر إلى مجراه القديم وليس هذا فقط بل فاض النهر وملأ أرض جاره بالماء وقد ساق معه كل الأبقار وماتت جميعها ورأى من بعيد جاره وأبناءه ينظرون إلى حقلهم بحسرة ويدربون أكفهم ببعض فقال حسان الحمد لله على كل شيء لقد عاد لي المرعى ونظر إلى بعيد إلى جاره وأولاده وقال بصوت وقد تردد في الواد العميق لا حاجة لأن نحدد كل شيء محدد لا تقلق يا جاري قال ذلك وتبعها بضحقة عالية ملأت الجو والسماء انتهت الحكاية انتهت الحكاية